موسيقى قام سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين الدولي يرافقه معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن بن محمد الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بجولة تفقدية بمرافق المطار وخلال هذه الجولة تم الاطلاع على عرض موجز حول منظومة جوازات المطار التي تعمل من خلال أربعة وأربعين كابين للقادمين والمغادرين كما تم بحث تطوير آليات التعاون وتسريع الإجراءات وجودة الخدمات التي تقدمها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة للمسافرين وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين شركة مطار البحرين وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والعمل بروح الفريق الواحد سعيا للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمسافرين بما يتلاءم أفضل الممارسات العالمية ومن جانبه أشاد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية التي تؤكد على سهولة حركة المسافرين وتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر